ونتنقل دلوقتي في محضر مجلس الإدارة لقرار من أخطر القرارات اللي صدرت في تاريخ النادي الأهلي ورغم أن القرار ده اتاخد عام 1928 إلا أن كل منتمي للأهلي من ساعتها والحد النهاردة بيتناقل تفاصيله بفخر واعتزاز القرار كان إيقاف أبو الكرة البصرية وكابتن فريق كرة القدم حسين حجازي لمدة ثلاث شهور وتعالوا نتعرف مع بعض كده على التفاصيل يوم الجمعة 13 إبريل سنة 1928 كان معاد مباراة الأهلي والترسانة في نهائي كاس السلطان حسين اللي تلعبت بملعب الأرض الخضرة وده كان ملعب موجود أيامها في العباسين وانتهت المباراة بفوز الترسانة اتنين واحد وأحرز هدف الأهلي مختار التتش وخسر الأهلي بطولة كاس السلطان حسين عادي جداً الكرة مكسب وخسارة لكن اللي مش عادي كان اللي حصل بعد المباراة وكان جديد على الملاعب المصرية فوج الجميع بأن لعب الأهلي ما تلعوش يستلموا ميداليات المركز التاني من مندوب جلالة الملك اتجود كهرب في الملعب وما أنقص الموقف غير شعودة نين من لعبت الأهلي رياض شوقي وزاكي عثمان اللي استلموا كل ميداليات الفريق من مندوب جلالة الملك اللي حصل ده كان مصار استياء الجميع مندوب الملك وكبار قيادات الأهلي والترسانة والصحافة والجباهير وكتبت مجلة المصور تحت عنوان ظاهرة سيئة تلك التي ظهر بها فريق الأهلي بامتناعه عن تسلم الميداليات من يد مندوب جلالة الملك بحالة أثارت الألم في نفوس كبار المدعوين وقد علمنا أن لجنة الكأس السلطانية سترسل خطابا إلى النادي الأهلي تأسف فيه لهذا الحادث فورا قررت اللجنة العليا للأهلي عقد اجتماع عاجل ولجنة الكأس السلطانية أرسلت خطاب بتعبر فيه عن استياءها من تصرف رئيس الفريق حسين حجازي وانعقد الاجتماع بعد أربع أيام وتحديدا يوم الثلاث 17 إبريل 1928 وخرجت قرارات اللجنة العليا كعادة النادي الأهلي مناسبة تماما لخطأ حسين حجازي نقرأها سوا اجتمعت اللجنة العليا للنادي يوم الثلاثاء 17 إبريل 1928 تحت رئاسة جعفر ولي باشا وعضوية محمد محمود باشا وفؤاد أنور بيك وفؤاد أباظ بيك ومحمد صبح بيك وابو بكر راتب بيك وسكرتير النادي داود راتب بيك وبعد أن تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لعب النادي الأهلي لاستلام الميداليات في المبارة النهائية للكأس السلطاني التي أقيمت يوم 13 إبريل الماضي بالأرض الخضراء بحضور مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك وتولي عليها الخطاب الوارد من لجنة الكأس السلطاني قرارات ميالي ابدا عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة إيقاف رئيس الفرقة حسين حجازي لمدة ثلاثة شهور لأنه بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسؤولية في كل ما حصل انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي وزاكي عثمان لأن الأخيرين قام بالواجب عليهم وحضر الاستلام الميداليات إبلاغ القرار إلى لجنة الكأس السلطاني والاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي لمدة خمسة عشر يوما وعلى حضرة سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك دي كانت قرارات النادي الأهلي قرارات في منتهى القوة والحزم والحزم